خلونا بقى دلوقتي نوحي للأخبار اللي بتحصل برا مصر على السوشيال نيديا وفي الأغلب بتبقى أخبار لطيفة وخفيفة شوية طبعا كلنا يعني بتربينا على أفلام ديزني وكلنا كنا نتمنى كده نعيش الأفلام دي ونشوف إلي بيحصل فيها على الحقيقة ونفسينا بقى نزور ديزني لاند ولما جم هنا حتى مصر عملوا ديزني آن آيس فكلنا كنا مفسوطين أو إحنا متفرج على الأميرات في الحقيقة ديزني بقى بتستعد دلوقتي أنها تطلق أول سفينة لها باسم ديزني ويش السفينة دي بتضم 1200 غرفة وجناح والسفينة دي هتتيح أجواء خيالية للمسافرين مع شخصيات ديزني الكلاسيكية وأميراته الخالدات زي سندريلا والأميرة النائمة وسنو وايت وموانا ومناطق الجذب اللي موجودة على السفينة ديزني هي نادي أو أوشينير أو نادي محبي أعماق المحيطات وأكاديمية مارفل سوبرهيرو وصالة فرتل وكلها مصممة لإبقاء الضيوف الصغار مستمتعين بشخصياتهم المفضلة حاجة كده الحقيقة في الخيال يعني الصورة اللي معانا دلوقتي على الشاشة دي حاجة خيالية بصلا عندي مشكلة دايما مش عاوزة بقى تشاومي يعني بس عندي مشكلة دايما بالضبط أول ما بشوف حاجة مبهرة كده وسفينة كبيرة ويقولك هتعملوا فيها ومش عارف مجهزة اللي هي لا سحر ولا شعوزة بقى لا والله يعني فربنا يصطرها عليهم بس وتكمل على خير ويقدروا لهم يبسطوا الأطفال لكن خلينا نعيش في أحسن سيناريو موجود يمكن حسن هي هتبقى حاجة حلوة للخيال بس أنا عاوزة أسأل هتبقى سعرها كامل الطفل غالية طبعا ويعني هل والد الطفل ووالدته هيتفعوا عشان خطر الولد يبصب مش أنا دايما عندي مشكلة ياريته طفل ده هو العيلة كلها لازم تروح أنا بقول لك الكبار هيفتكروا دي والأطفال مش هيفتكروه يعني هذي المشكلة أنا دايما عندي مشكلة أن أي حاجة بتبسط الأطفال بحس اللي هو يقاطب عن حقهم علينا اللي احنا نبسطهم كله بحس اللي هو عرفة هتفع فلوس كتيرة قوي في حاجة هو في النهاية مش هيفتكروه إلا لو مدونة بقى بصورة أو فيديوهات بقى وانا صغيرة روحنا لديزنيون آيس ده كان موجود في مصر وكان حدث كبير قوي فاكرها لغاية النهار ده ما شاء الله على الذكاء القوي بص يعني من سفينة الأحلام اللي انت قلت عليها ديزنيوش دي نروح بقى لحاجة تانية متعلقة بالقهوة وانت عارفة اللي أنا يعني بقدر وباحترم أي حد يعمل أي حاجة لها علاقة بالقهوة أو يعني قبضته يطور من فكرة اللي بون حتى فيها فتعالي نروح ليه نابولي وتحديدا إيطاليا لأن هناك معروفين بحبهم الشديد جدا للقهوة علشان كده في نابولي افتتحوا أكاديمية لدراسة مكونات القهوة وتفاصيلها ونكهتها المدرسة دي هدفها عمل مجموعة من الدورات لتعزيز طقوس وثقافة القهوة الإسبريسو في نابولي يعني هو السؤال هنا هيبقى خريج أكاديمية القهوة قسم مثلا كفايين مش فاهمة بصراحة بس في ناس فعلا أنت أنا أعرف أنت مضمن قهوة وتحب جدا تفاصيلها لازم أدخل بي أنت عارفة لازم ففكرة أن أنا أدخل أكاديمية معينة عشان خاطر أدرس بقى تفاصيل القهوة ومكوناتها هذا الحب هو ده الإدمان بقى بصراحة أنا أعرف أن تتفخري نفسك وتكتشفي حاجة جديدة فاحنا نستنين الأكاديمية دي يعني عشان نستورد البن من نابوليو نعرف النكهات المميزة اللي هيعملوها ده أكيد عارف كمان العرب دايما كانوا مشهورين بمسابقات الجمالي اللي بيعملوها لعامة الحيوانات بس خلينا نقل بالزبط للخيل دايما يجيبوا كده الخيل ويشوفوها هتبقى عاملة ازاي يعني خيل العربي الأصيل ويدخلوا على منافسات قبل الزبط ففي الحقيقة كمان في مدينة رابلس الليبية شهدت إقامة مسابقة غريبة شوية وهي مسابقة على لقب ملك جمال الدجاج أو الفرخ فبيشوفوا بقى الفرخ دي يعني شكلها عامل ازاي يعني رشها شكله حلو وقفة ازاي منقرها من اللون الدهبي فعملو لهم مسابقة جمال وانتقييم يعني أو اللي كذبت حصلت على 93.8% بعد ما قالت إعجاب طبعا بسبب تميزها باللونين الأسود والأبيض ورجليها الصفرة الزهية بصراحة وانت بتقولي الخبر كنت هاتريا بس لما شفت شكل البجاج أو الديوك دي تحديدا والفرخ دي لأ بصراحة هنا مبهور شكلها أصلا يعني خسارة أنها تتدبح وتتأكل بصراحة تتأكل ما ظنش هاكلوها بعد كل دا يعملو نروح لنيوزهاوس ويلزا في مجموعة من الباحثين هناك في أستراليا تحديدا يعني عملوا إيه وصلوا لاختراع الاختراع دا هو اختراع عالمي واستثنائي هو إيه هو ابتكار عيون إلكترونية العين دي بتقدر اللي هي ترجع البصر لملايين من الناس اللي بيعانوا من ضعف الرؤية والعلماء اللي ابتكروا اللي ابتكار دا عملوا تجارب مبدئية على الأغنام والحيونات تحديدا ونجحت بشكل كبير وأصبحوا بيتمتعوا ببصر حاد يعني أنا تمنى أن الاختراع دا يبقى فيه مزيد من التجارب بقى من سماية تجارب السريرية يعني يبقى فيه تجارب بقى على البشر لأنه هيقدر اللي هو يخلي الناس فعلا كتير قوي يرجع لها بصرها ودي نعمة كبيرة طبعا طبعا دا من الاكتشافات المهمة وده السبب ان احنا بنقول ان العلم دا حاجة مهمة جدا انه يوصل النهاردة انه يرجع قدرة حدرنا تاني مرة تانية شوف طبعا بعد طبعا دي بقى الاشتراعات عرفة اللي بتفيد البشرية كلها يعني دي حاجة نحترمها ونقضرها بصراحة ولازم تبقى معانا موجودة في صباح الخير ده حيث خلوني اقول لحضراتكم بقى ان فيه بغبغان صغير قدر ان هو يتعلم الهردة متخصصة ديوك وبغبغانات طيور قدر ان هو يتعلم لعبة الجولف بكل سهولة وزي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي على الشاشة البغبغان ماسك الكرة وبيحطها في المكان الخاص وبعدين بيدربها بالعصايا وبتنزل في الباكت وبيكرر ده اكتر من مرة بسهولة وده اثار دهشة كبيرة قوي عند العلماء اللي بيدرسوا سلوكيات الطيور وتطورها اعرف كمان كنا من كام يوم معنا في صباح الخير ده مش جولف كده معنا كلمة جولف يعني ده حاجة كده على ماقصهم لا بس سميني جولف يعني على قده اه بالظبط بس يعني انا شايف انه ما فيهش ابتكار بس خطير جميل لا كنا من كام يوم كمان عرضين في صباح الخير البحث ما هينزل بقى عارفة ملعب جولف كبير بقوا يلعب بقوا لا ده كده عايزين اسمه ايه لوه بتاع الجولف ده مصهور لا الطيور في الحقيقة تايجر وودز بتاع الجولف لا الطيور بقى ليها في الحقيقة سلوكيات كده قمة في الزكاء انا بالنسبة لي كل الحيوانات بقى ليها تطور كده بسوء اللي انا عرف عنك اللي انت بتحب الكلاب لكن بتحب كلاب وتحب طيور كله والفيلا وكله كله